أعزائي المستمعين وكما تحدثنا في بداية أيام تفصلنا عن العام الجديد ونريد أن نقف وقفات مع الذات حتى نبدأ بداية جديدة في العام المقبل إن شاء الله ويسأل كل واحد من نفسه بصراحة يعني كيف تحرك على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام خلال العام القادم وكيف كانت التحركات هل كانت وفق خطط مرسومة لحياته يعمل بقوة على تنفيذها أم جاءت كلها يعني ردود فعل يسعدنا أن يكون هنا معنا في الستوديو خبير التنمية البشرية الدكتور مؤمن عبد الواحد أهلا وسلام بك يا دكتور مؤمن حياك الله ويسأل صباحك جميعا وأنت بدأت العام الجديد بهمة وان شاء الله إن شاء الله ربنا يدوينا يعني دكتور مؤمن هل يعني لماذا الإنسان لا يعني لا يقف مع ذاته يعني دائما الأعوام تمر كلها متشابهة يعني يغزوها الروتين يعني لا نقف مع أنفسنا وقفة جادة أنه يعني ماذا حققت هذا العام ماذا سأحقق العام القادم دائما حياتنا صارت أنه ما مش هتفرق كتير خلاص ما هي غزة ما فيش يعني أمل الحياة فيها وبالتالي العام بجر العام اللي بعده صحيح وعام خير وسعادة يا رب ورضا من ربنا إن شاء الله قادم في عامنا الجديد أو العام القادم حقيقة النفس البشرية تميل إلى الراحة والكسل وهذا جزء من الجبلة اللي إحنا بنينا عليها وبالتالي يعني الإنسان بيميل إلى الراحة هذا من جانب من جانب تاني تساوت لدينا الأيام اليوم زي مبارح زي بكرة لم يعد لدينا نعم تشابهت الأيام لم يعد هناك جديد أو مأمول جديد لدينا في عقولنا في وجداننا حقيقة هذه المحلة طعيفة أصبحت لدينا وبالتالي غاب الهدف الأكبر الذي نسعى من أجله ومن هنا تأتي بداية المشكلة استحضار وحضور ماذا سنصنع غدا إلى أين نحن متجهين وكيف سنتجه كلها تفاصيل مرتبطة بالهدف لكن حقيقة قبل ذلك أو خلال ذلك مهم جدا أن نقف في هذه الفترة ونتفكر لماذا أصلا ربنا سبحانه وتعالى جعل الأزمنة والمواقيد في حياتنا هل جعلت لمجرد أن نسمي يناير فبراير كانون أول يعني هل مطلقا لا ولا ما كان ليل ونهار وسيف وشتاء وبالتالي هذه المحطات يجب أن نعتبرها هي نقاط انطلاق هي نقطة أو توقف بداية لإعادة الحساب للتعرف على ما تم إنجازه ومن ثم الانطلاق إلى الخطوة القادمة الآن تحديد الهدف هو يحدد وجهة الانطلاق في المرحلة القادمة أيضا هذه المحطات نقف لنتساءل سؤال صغير من يصلح أن يصاحبنا في العام القادم من وماذا وكيف يعني من هما من هما الأشخاص وما هي الأشياء هل انطلاقتنا للعام القادم هي صورة تبقى الأصل من عامنا الماضي الآن سؤال دائما يقال ما أنت عارف في غزة يا أخي الكريم يا مستمع الفاضل الموضوع ما لهش علاقة بغزة قدمه مرتبط بذاتك غزة ومعطياتها أتفق عليها لكن سنجد كثير من الأشياء لا علاقة لها يعني مين قال لك أنه بكرس كيف ستكون غزة ما اقرى المكتوب من عنوانه الليلة الهنية من العصر بتبين مصطلحاتنا المميتة هذه حاضرة الحمد لله وبالتالي المرحلة الأولى تغييب هذه المصطلحات بقول له يا سيدي حطها على جانب يعني إذا مش قادر تستغني عنها على الأقل ضعها جانبا بضع دقائق بضع ساعات لنبدأ من جديد عارفة أنا بشبه بناء مستقبلنا وهو جزء من شخصيتنا في تفاصيل من حياتنا في تعاطينا مع الحصار مع الانقسام مع كل قضايا المجتمعية رغم ذلك بتلاقي في ناس ناجحة أيوة ودائما نضع شماعة عشان كده في عامك الجديد اكسر شمعتك هذه أول طلب قبل أن تبدأ وقبل أن تفكر فيك كيف تبدأ بمعنى أن تبدأ تأخذ على عاتقك مسؤولية الأيام القادمة بعيدا عن ارتباط أي طرف آخر أنا لا أنفي أنه في مؤثرات خارجية قوية أحيانا تدمي القلب لكنها لا تكفي يعني بيمرض ابني رغم أنه ألم وجعه وبكون أنا أحيانا في بعض الناس أمراض خطيرة لا يرجى شفاءها ومع ذلك هل يفقد الأمل؟ يبقى إلى آخر لحظة وهو في سكرات الموت لو جاز التعبير ينتظر من الله معجزة وينتظر من الله أن يمد في عمره ويشفيه ويعفيه بلا منطق ولا بلا عقل ولا بلا متطلبات وبلا دواء وبلا بقدرة الله سبحانه وتعالى هذه القوة الكاملة جواتنا هذه الرغبة في العيش التي نحن موجودة على العلم كلنا لدينا رغبة في أن نعيش أيامنا القادمة بقوة وبطريقة يعني في قوة جارفة جواتنا داخلنا نتمنى من خلالها العيش لا أحد فينا يتمنى أو يفكر في أنه سيغادر هذه الحياة الدنيا ما دمت أنت موجود على هذه الدنيا يبقى يبقى كيف وهذا السؤال الكبير كيف سنعيش أو كيف نعيش ما تبقى من أعمارنا وهي مجهولة تفاصيل عددها طيب قد تكون سنة وقد تكون سنوات خلينا أنا أقول أخطط لسنة فقط على الأقل إلى كيف سأمضي هذه الأيام كيف سأعيشها أعيشها حتى تدعى خدي منتظر الموت أكيد هذا مرفوض للجميع بدون يعني منطق وبدون إنسان وشخصية يتعارض مع العقيدة الزمنية مع الفطرة بتعارض مع فطرة لأنه كلنا بكرة الجمعة من اليوم بنقول إيش بنا نتغدى بكرة كلنا بروح بكرة على السوق بيجيب حاجته لأسبوع ربما قادم أو لأيام قادمة الشتاء قادم كلنا بيجهز أبنائهم طب مين ضمن لك أنهم سيعيشوا لا أحبت بالفطرة لكن الرغبة في الحياة موجودة جواتنا لماذا عند تخطيط المستقبل لحياتنا نتوقف ونرميها على الآخرين أو بنقول الحياة صعبة والحياة صعبة هنا الربط الصعب هذا الهروب الغريب اللي هو لأنه التخطيط المستقبلي يحتاج إلى أنه أنا أكون صادق مع نفسي أحياناً بحط نفسي في الزاوية أنه أنت هان ليش ما أنجزتش مع أنه كان بإمكانك الإنجاز لكن لتكاسل أو لعدم متابعة الشق الأهم من هيك أختي الفاضلة كتابة الهدف اكتب أنا مش طالب منك تعمل تخطيط استراتيجي دولي يعني بمعنى مجلدات ورقة في ورقة إلى أين أنت ذاهب هيك على القرنة زي زاوية وإنت وين اليوم توصيف لحالتك وكيف يمكن أن أمشي هذه الخطوات إذا كنت طالب جامعة المرحلة الدراسية إذا كنت تخريج فرصة البحث عن بدائل اليوم أخت الكريمة كثير من المشكلات نعنيها بحياتنا لأننا نسير في الاتجاه الخطأ نبذل جهد نبذل وقت وفيه جهد مرتب يبذل لكنه في عكس الاتجاه وبالتالي هو أقل من صفر يعني ليس صفر وفي عكس الاتجاه نصطدم في الحائط سرعان ما نجد أنفسنا يعني خشين في الحيط بالبلد كده وبالتالي لا محتاجين الرتب أنفسنا أولا الرتب قدراتنا وإمكانياتنا أنا معاك إنه الحياة صعبة أنا معاك ظروفنا ليست سهلة أنا معاك إنه منا ما يعاني بما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى لكن أقول وأنا أحكي بلغة ستات البيوت من الستة البيت الشاطرة اللي دخلها ودخل زوجها محترم وعالي ولا اللي دخلهم متواضع جدا وتجد بيتها مرتب بالحد المعقول فيه تغطية فيه تدبير أيوة فالموارد الضيقة ليست عذرا لأن لا ينجز الإنسان بالعكس الموارد الضيقة تكون فرصة لاستنساخ والخروج من الحالة الضعيفة وحالة الوهن والاستسلام اللي موجود هي أدعى للمقاومة في الرخاء اللي بيحضر بسد لكن في وقت الشدة المطلوب من الجميع أن يكون حاضرا هذه من زاوية من زاوية أخرى لما رب البيت أو الست البيت تبدأ بترتيب أسبوعها شهرها سنتها تنشئ جيل يتربى على أنه يفكر في غد إحنا أخت الكريمة كأمة يعني تعبنا من عدم التفكير والتخطيط لمستقبلنا وإن خططنا نخطط لدقائق وإن كتبنا لا نطبق وإن طبقنا لا نتابع وإن تبعنا لا نقيم ولا نحاسب وبالتالي تضيع في المنظومة هذه الكبرى وأنا بصوت عالي اليوم كل الأمة تسمعني يا ناس ما ازهقتوش وإنتوا في ذيل القائمة ما ازهقتوش وإنتوا تقتاتوا على فتاة اللئام بما تبقى من بقاياهم اشتقنا لوجه الطرطة اشتقنا لنا كل من وجه الصينية ونحن خير أمة سمعنا عن هذه الكلمة لكن لم نراها الخيرية نؤمن بها وعلى يقين بها لكن لم أراها نفسي أشوف عزة ديني وإسلامي وأنا بقول عطول كان قل لك ما هو القائد الفلاني والزعيم الفلاني أنا لا أعفي أحدا من المسئولية لكن المسئولية جمعية أنا كفرد في دوره تعالي نرجع للتاريخ وبعينا عن الأنبياء والصحابة الكرام عشان يعني من نقول إشهدون لهم يعني خصوصية النبوة والوحي ومن أسس أمريكيا جورج واشنطن سيمون بوليفار في أمريكا اللاتينية نينسو المندلة نهرو حتلا شخصيات عظيمة في مواقعها وفي أماكنها أفراد بدأت وأنجزت إذن الفرد هو أساس البناء وليس الجماعة الفرد هو أساس الجماعة أصلا الفرد هو مكون الجماعة وبالتالي من هذه الزاوية دورنا مسؤوليتنا كبيرة في بيتنا يا سيدي ابدأ بنفسك في دائرتك الضيق أولادك بناتك زوجتك والسحة شوية شوية بما تستطيع ليضع الأخرين يرواها دون كلام اعمل بصمت أنا لديها هاي أسلوبة هاي خططة هاي معييري يتأثر بها الآخرون وأنا لست أفضل من الآخرين لا إمكانيات مالية ولا ما ولا حتى قدرات عقلية أو جسدية احنا خليط من هذا المجتمع رتب وفق قدراتك الآن التوجه والهدف الصحيح المرتبط بما تستطيع أنت ليس بما يرسم أو يملي عليك الآخرين كثير مننا بيرسم معالم هدفه وفق المنطق أو الطبيعي أو ما يعلفه الناس لا أنا أستطيع أني أنجح في مجال قد لا يستطيع طرف آخر قد أكون أنا مبدع في مجالي كضيف لكن حضرتك أكثر إبداعا في مجال كمضيفة لي لو بدلنا الأدوار مش هيزبط هذا المتميزة وربما أنا كذلك وحكذا الحياة أدوار وبالتالي منطق الاختلاف من أجل التكامل رائع أنا ديش بقول الكلام هذا حتى لا يشعر أحد من الناس مهما تواضعت إمكانياته بكافة أشكالها لا يشعر بالدنيا أيوة لا يشعر بالدنيا والضعف والهوان ويستسلم للغد منتظرا للموت لا لا اتظار للموت الموت يأتي بغت وهذا ربنا يعني لو بدو إيانا نعيش منتظرين الموت كان حددنا موعد وخلصنا من هالقصة لا ربنا سبحانه وتعالى قلنا عيشوا كأنك تعيش أبدا وهذا منطقنا في سنتنا وسيدنا النبي علبونا على كده إنه ما فيش محطات عندها خلص الإنسان خلص أنا لحد ديه تلهان دوري خلص ما سمعناش سيدنا النبي في مرحلة من مراحل حياته العمورية وقد شار في الستين ما سمعناش إنه قال أنا خلاص الله يعطينا العافية يلا يا شباب انتوا تحركوا مع أنه مارس ذلك عمليا على أرض الواقع بمعنى إنه استأنس بالشباب ووضع الرجل المناسب في المكان وزع القوى والمهام والواجبات ومع ذلك لكن بقي هو على المنصة على قائمة الأعمال قائمة المهام يديرها بتخفيض مهامه أحيانا بتقليصها من جانب وبالتالي تعزيز الأدوار الأخرى هذا ما نفهمه من سرتنا في عامنا الجديد ابدأ بنفسك وابدأ خطواتك بوعي ولا تتركها عشوائية كلام جميلة دكتور مؤمن عبدالفاحد يعني خبير التنمية البشرية أشكرك جزيل للشكر من كلام حيات الله أشكرك شكرا على هذا الحوار وإن شاء الله يكون محفز للشباب يعني رغم يعني ما تحقق في 2019 وأيام حيصير من الماضي إن شاء الله نتصدى للتحديات الجديدة التي تواجهنا برغبة طبعا في قهر الصعوبات وتحقيق الأحلام مهما اعتبرها البعض مستحيلة وعلينا أن لا نقتنع يعني أبدا ببعض الإنجازات لابد من الطموح ولابد من الأحلام إن شاء الله تكون وصلت الرسالة أشكرك جزيل للشكر الدكتور مؤمن عبدالواحد خبير التنمية البشرية على هذا الحوار وإن شاء الله نلتقي العام القادم في لقاءة أخرى أشكرك جزيل شكرا على هذا إذا أعت صوت القدس صوت حر لشعب حر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر